اشتركوا في القناة حين يستقبل نادي الدفاع الحسن الجديد حامل لقب الذي اقصى في دور الربع النهائي نادي الكوكب المراكوشي سيستقبل ادن الفتح الرباطي الذي سعد للمربع الذهبي على حساب اولمبيكا سفي على ان تتجى الانظار بعد ذلك وابتداء من الساعة السبع مساء الى الملعب البلدي ببركان والذي سيحصد نصف النهائي الثاني الذي سيجمع بين فريق النادي البركانية الذي يوقع على بداية جيدة في البطولة ونادي المغرب الفاسي وصل الى هذا الدور من المنافسة بعد ان سبق الاقصاء اندي عريق كالجيش الملكي والوداد البيضاوي اعلن وزير الداخلية محمد حصادي ما ثلث عن اجراءين جديدين وضعتهم الوزراء لمواجهة دائرة شعب الملعب التي باتت تعرف تنميا خلال الايام الاخيرة واوضح الوزير في معرض رده عن سؤالين تقدم بهما فريق التقدم والديمقراطية والاسالون المعصرة بمجلس النواب حول موضوع الامن بالمدن المغربية اضح انه في حال تسجيل اي اعمال شغب جديدة بالملعب ستتم مباشرة مصدرة حل الجمعيات التي تؤثر مرتكبيها اداريا اما الاجراء الثاني يضيف حصات فيتمثل في وضع لوائح باسماء المشاركين في عملية الشغب والذين لن يكون لهم الحق في الولوج الى الملعب مجددا التأكيد على ان تحول المباريات التي تعد في الاصل مجلن الفرجة والمتعة الى مسرح للشغب امر غير مقبول على الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا يوم الثلاثة ان بطولة كأس العالم للاندياستقام كما هو مخطط لها في المغرب شارد سامر المقبل رهم القلق السائد بسبب انتشار فيروس ابولا في القرى سامراء وجاء في بيان الفيفا بالنسبة لبطولة كأس العالم للانديا المقرر اقامته في المغرب فان صحة اللاعبين والمسؤولين وجمهر كرة القدم يتمتعون بالاولوية القصوى كما هو الحال في اي بطولة اخرى سابع للفيفا واضف البيان انه وفقا لما ورد من منظمة الصحة العالمية فلا يوجد اي حالة اصابة بابولا في المغرب سيتم استكمال جميع الترتيبات الخاصة بالبطولة كما هو مخطط لها سابقا كسوف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن لائحة المرسحين الثلاثة والعشرين جائزة الكرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنة 2014 بينهم البرتوالي كريسيان رونالدو أفضل لاعب العام الماضي والأرجنتيني ليونال ميسي صاحب الجائزة أربع مرات والبرازيلي نيمار داسيلفا والسويدي زلاطان إبرايموفيتش والهولندي أريين روبين سيقلص الاتحاد الدولي اللائحة إلى ثلاثة لاعبين فقط فاتح من شرد جمبرا المقبل على أن تمنح الجائزة في الثانية عشر من يناير ويبدو رونالدو الذي وقع سمعة عشر هدفا في مسبق الدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وصاحب البداية القوية في الموسم الجديد يضم رشح لنيل الجائزة المرة الثريقة في مسيرة الاحترافية والثانية على التوالي اشتركوا في القناة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلثة أن الإجراءات الأمنية في كأس العالم 2018 ستكون فعالة لكن ليست تطفلي مؤكدا لقادة الأمن لديها على الحاجة لاتخاذ إجراءة المحكمة لا تصيب الجماهر بالخوف وخلال اللقاء بين مسؤولنا روس ومجموعة من مسؤول الفيفا قال بوتين نعلى بوتين دعم سيبلا الرئيس الفيفا لاستضافة روسيا لانهائية كأس العالم للرغم من دعوات من بعض المسؤولين الغربيين بنقل البطولة لمكان آخر بسبب دور روسيا في أوكرانيا وحث بوتين السلطات الأمنية على العمل معا لضمان أن البطولة والتي ستقام في 12 ملعبا متواجدا في 11 مدينة روسية بتكلفة تبلغ 15 مليار ونصف مليار ستمر بدون مشاكل عنه الإسباني تومي روبريدو كثيرا قبل أن تزعب طاقة تأهل إلى الدور الثاني من بطولات بايبارسية الدولية للتنس آخر بطولة الماسترز والبالغ مجموع جويزها 3 مليون ونصف مليون دولار وذلك عقبة تغلبي على الكندي باسيك بوست بيسل بمجموعتين مقابل مجموعتين واحدة وبواقع 6-3-4-6-7-6 وبدأ روبريدو المصنف خامسا عالميا سابقا والسابع عشر حاليا بدأ متأثرا من بلوغه نهائي دور مدينة بالينسيا الأحدى الماضي حيث خسر أمام البريطاني أندي بيري في أطول نهاية هذه السنة والتي استمرت 3 ساعات وعشرين دقيقة تغلب الفرنسي جاي مونفيس على البورتغالي جواو سوزا بمجموعتين لسفر 6-1-6-4 ونتهل إلى الدور المالي أيضا الإسباني فرناندو فرداسكو المصنف الثالث وثلاثون عملي عالميا والذي انتصل على الفرنسي الآخر جيل سيمون بمجموعتين الواحدة 6-3-3-6-6-4 في مباراة نسا مرة ساعة واحدة وثلاث وخمسون دقيقة نصل إلى نهاية هذا المجز رياضي للقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة